دايماً بنحاول ناخد الجانب اللي هو يدي أمل قبل مباراة الغد لأن مباراة غانا غانا نفسها ما يتعرضت لنفس الشيء يعني إحنا كان قبل البطولة مصنفين الفرق إزاي بتاع المجموعة يا إما مصر يا إما غانا على القمة والتاني يبقى التاني هو في المركز التاني وكاب فردي قلنا وأكدنا أنه هيطلع ضمن أفضل توالد الدنيا تقلبت الدنيا تقلبت لأن فعلاً برضو كاب فردي اللي متابعها فرقة كويسة جداً طموحين جداً وبيعتمدوا على اللياقة والحماس والكلام ده فقلبوا الترابيزة زي ما بنقول إنما في الآخر برضو لازم نقتنع بحاجة أنه كل الفرق الكبيرة تعرضت للموقف ده باستثناء كودفوار نجت من مباراة من حمى مباريات الافتتاح واستنغال قدت برضو مباراة وعرض قوي جداً وفوز كبير ثلاثة جداً بالثلاثية نقول بقى أن واللي ما جابش واللي أحرز الأهداف مش المحترفين بتاعهم الأقوية برضو على فكرة ما ده برضو مش مفهوم شوية لا لا على فكرة لا معلش كل منتخب أستاذ جمال بيبقى مستني البطل بتاعه يعني الهيرو يعني لازم ما بقى متوقعين ده ولازم برضو يبقوا متوقعين أنه الناس لازم تنفس عن نفسها زي ما بيسقفوا لكو طبعاً أما تكسبوا وتفوقوا كمان هيزعلوا لو حصل العكس كده صحيح لكن هنرجع برضو نمسك في جزئية الأمل الأمل عارفين أغنية الأمل طبعاً الأمل اللي لا علي كنت في حبك ضحية الأمل مهم جداً في هذه المرحلة لأنه كنت في تشجيعك ضحية هناخد أمثلة هناخد الأمثلة السنغال كسبة مصر في الافتتاح في 86 ومصر كسبة البطولة مثلاً هتشوف الأرجنتين في آخر ظهور على مستوى كاس العالم خسرت من السعودية وخدت البطولة فعايز أقول أنه الفرق البطلة أو الفرق الكبيرة هجبت رجعني للتمانينات أستاذ جمالك؟ لا مانا رجعتك للسنة اللي فاتت أختلف لا هي بتحصل دي كده كانت صدفة كل كام سنة السنة اللي فاتت بس الوضع أختلف تماماً دلوقتي مع التطوير اللي حصل الحمد لله أن أنت في دوري مجموعة يعني مش نوكاوت لو نوكاوت تبقى كارثة تبقى كارثة لكن لغاية ما أنت تفوق كبطل أو كفريق كبير من الصدمة أحياناً الفرق مش أحياناً دايماً الفرق الكبيرة بتلعب على أن هي سهلة قوي هتقابل مهمة سهلة جداً وهتخطاها لكن بتفاجأ مهما عملنا من تحذيرات خلي بالك يعني صحيح؟ مهما عملنا من تحذيرات لازم أحياناً بتبقى فيه اللاطمة دي بعدها لازم يعني لازم تفوق 80 يتحنا شفتي طالما متصور يبقى جديد طالما متصور ألوان أيو متصور ألوان هوا زي الفل هوا يعني مش حاجة عديدة لسه دخل الألوان مش من 57 يعني لا أنا بقول يدوب من 31 سنة آه